مشاهدي قلوب عامرة وأسعد بتجدد لقائي وإياكم وأسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل اللهم آمين ماذا عن الوسائل المعينة لحفظ كتاب الله؟ في الحقيقة أنه جت أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع أنه فيه أناس يعني كثر بيحاولوا أنهم يتعلموا أو يحفظوا القرآن الكريم لكن بيجدوا صعوبة في هذا الأمر فعايزين بعض من الوسائل المعينة على مسألة حفظ القرآن الكريم أولا الإنسان عليه أن يعلم فضل القرآن وإن كلام الله سبحانه وتعالى وإن ما تتصل به الإنسان اتصل بخير وبركة كبيرة وبالتالي على الإنسان أن يعلم مثلا من ضمن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام قوله اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون كل حرف أنت بتاخد عليه عشر حسنات ده بس في القراءة ما بالي الإنسان له بيحفظ وبيكتهد بالحفظ فهو مجهود أكبر وبالتالي الأجر عليه لا حصر له وطبعا الله سبحانه وتعالى يعطي على الإخلاص يعني ما لا يمكن أن يدركه أو يحصيه عقل إنسان فيعطي عليه يعني على قدر فضله وجوده سبحانه وتعالى وبالتالي ده الأجر المقرر العشر حسنات على كل حرف من كتاب الله لقارئ كتاب الله ولكن إذا اكتهد الإنسان فأراد أن يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى فبيحتاج مجهود وتكرار وهكذا حتى يتمكن من حفظ كتاب الله وبالتالي الأجر عليه مضاعف والثواب عليه مضاعف هذا من ضمن بعض فضلا من بركة التصاق الإنسان بكلام الله سبحانه وتعالى هكمل بس ناخد تليفون اللي معانا